بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة العسل هو الأفضل لعلاج السعال وجفاف الفم وضيق التنفس اكتشاف علم الجديد يؤكد الفاعلية الكبيرة للعسل في علاج كثير من الأمراض بل ربما يكون العسل هو الأفضل لعلاج السعال الجاف وكذلك الجفاف الذي يعاني منه البعض العلماء يحاولون أيها الأحبة العودة للطبيعة بعدما فشل الطب الكيميائي في علاج الكثير من الأمراض المستعصية لقد وجدوا في العسل خير شفاء لكثير من الأمراض ومن الأبحاث العلمية التي لا زالت قليلة أن فريقا من علماء الطب في كلية طب جامعة بنسلفانيا وجدوا أن العسل قد أظهر فاعلية كبيرة جدا في خفض حدة وتوتر السعال الليلي كما حسنا أداء الرئتين بشكل ملحوظ وبخاصة عند الأطفال وعند كبار السن هناك مركب نشط موجود في العسل أيها الأحبة يؤدي لزيادة أداء الرئتين إذا كان هناك مشكلة في التنفس ويقول الخبراء أيها الأحبة إذا تم مسج العسل بالليمون أو الزنجبيل فإن فاعليته تكون أعلى بكثير لعلاج ضيق التنفس وعلاج بعض الفيروسات الخاصة بالجهاز التنفسي لقد قام فريق من علماء جامعة بنسلفانيا بإجراء اختبار على الأطفال والمراهقين يعانون من عدوى إصابات مرضية بالجهاز التنفسي ودامت متابعة الباحثين لليلتين الليلة الأولى لم يتلقى أي من الأطفال والمراهقين المشاركين في الدراسة علاجا من أي نوع وفي الليلة الثانية تم تقسيمهم إلى مجموعات تلقت إحداها عسلا وتلقت البقية أدوية متنوعة والمجموعة الأخيرة لم تتلقى أي شيء لقد كانت النتائج مذهلة أيها الأحبة أن الذين تلقوا العلاج بالعسل تحسن أداء الرئتين بشكل كبير جدا وكانت قدرة الأطفال والمراهقين على النوم أعلى وخفت حدة هذا السعال وعدد مرات السعال في الليل كما أثبتت دراسة علمية جديدة أن العسل يساعد في تخفيف حالات جفاف الفم أو ما يسمى بنشفان الريق وأوضح باحثون متخصصون في جراحة الفك والوجه أن نقص اللعاب الناجم عن جفاف الفم والذي قد يحدث تلقائيا نتيجة تعاطي أنواع مختلفة من العلاجات الدوائية أو العلاج الإشعاعي والكيميائي المخصص للسرطان يسبب ترقق الأسنان وهشاشتها وزيادة تعرضها للتلف مجلة العلاجات الفمية الأمريكية نشرت نتائج هذه الدراسة وقالت إن العسل هو من أفضل المواد التي تعالج جفاف الفم دون الخوف من خطر تسوس الأسنان كما يجب أن نعلم أيها الأحبة أن العسل هو الدواء الذي لا يترك أي أثار جانبية وهو علاج رخيص مقارن ببقية الأدوية وهو يقي من أنواع عديدة من السرطان وهو علاج فعال لعلاج الحروق والقروح والجروح بل هناك دراسات تعتبر أن العسل من أفضل الأدوية لعلاج الحروق وأخيرا أيها الأحبة هذا هو حبيبنا عليه الصلاة والسلام ينبهنا لأهمية العلاج بالعسل قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفاءين العسل والقرآن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم